السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازليكم يا احلى متابعين في الدنيا اهلا بكم في قناتي ماما وفي المطبخ اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعمل اللايك وسبسكرايب اشتراك القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد من فيديوهاتي ان شاء الله يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا في الفيديو ايه النهاردة النهاردة عملنا بسبوسة تسيس كيك بسبوسة كده بالدوب دوبان طعمها خطير خطير قبل كده عملت معاكم البسبوسة بالقشطة وكان طعمها جميل جدا كريمة كانت روعة ونالت اعجابكم ان شاء الله بردو الوصفة دي تنال اعجابكم واتجرى بيها وتقوليني رأيك كان فيها ايه معايا 200 جرام من البسكوت السادة بسكوت شاي سادة خالص طحنته في الكبه لهما عند الكيش طحانيه بيد الهون في قلب كيس تلاجة ومعايا معلقتين من اللبن الحليب ومعايا كمان نص كباية 60 جرام من الزبدة السايحة وقلبتهم كويس جدا خليتها خليت الخليط شبه الرملاء المبلولة المندية وبعد كده ضفت ورقة من الزبدة وحطيت عليها التوق اللي بتفتح ده بكل سهولة علشان طبقات التشيز كيك تكون مزبوطة قدام منك وانت بتقطعها لو ما عند كيش دوت عندك السنية بتاعت التشيز كيك المخصصة اصلا للتشيز اوكي استخدميها وبتتفتح المهم انها تتفتح بسهولة لو ما عند كيش يا سيتي استخدميها عادي عادي فسنية عادية خالص وقطعيها للاولاد لو انت هتعمليها للاولاد تمام كده؟ بعد بقى ما ضغطت عليها الطبقة الاولانية الدسك الاولاني حطيته في التلاجة وبتديت اعمل في الدسك التاني اللي هي الطبقة التانية كوباية من الحليب البودر ونص كوباية من السكر والسكر ده اختياري عايزة ربع عايزة نص براحتك خالص بس ما تذكريش قوي لان في عسل للشربات اه طبع البسبوسة وثلاث عبوات من الزبادي السادة خالص ومعاهم فانيليا سيلة لو عندك بودر استخدمي وست مسلسات او مكعبات اللي هي مربعات جبنة كريمي اوكي تمام اي نوع جبنة كريمي تفضلي تمام ادي حطيت بقى في الخلاط كوباية من اللبن الحليب البودر ومعاهم نص كوباية من السكر وقلتلك السكر ده اختياري ليك عايزة ربع عايزة نص عحسب الحلو بتاعك ودفت عليهم الست مسلسات من اي نوع جبنة كريمي تفضلي ودفت عليهم فانيليا تمام معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة لو عندك بودر زي ما قلتلك حتي عادي مفيش مشكلة وتلت كوبايات من الزبادي مش كوبايات كوبايات اللي هي العبوات دي الجاهزة تلت تلاتة تمام كده وقفلت عليهم ودربتهم في الخلاط وبكده عملت الطبقة التانية اللي هو الدسك التاني من التشيز كيك وطعمه خطير خطير تمام ده الدسك الاساسي اللي في النص طعمه جميل جدا طيب هنعمل ايه بقى هسخن هدخلها في قلب الفرن تقعد بالزبط ربع ساعة ما تكتريش عليها اكتر من كده المهم انك تحطي دي كتلاقي ان الخليط تتماسك ما بقاش سايل زي ما كان داخل الفرن تمام حيوض معاك بالزبط ربع ساعة 15 دقيقة بعد كده بقى هتطلع هسيبها بقى على جنب وابتدي اعمل الطبقة التالتة اللي هي طبقة البسبوسة كوباية من البسبوسة عليهم ثلاث معالي من جوز الهند اختياري وعليهم نص كوباية من السكر وده برضه سكارك اختياري عايزها ربع عايزها نص براحتك وفانيليا سايلة وعبوة من الزبادي ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر وعليهم نص كوباية من السمنة او الزيت تمام كده او سمنة على زيت براحتك خالص بس المهم هو نص كوباية دلوقتي بقى انا ضفت السميد اللي هو السمولينة دي البسبوسة وعليه السكر وعليه الجوز الهند وعليه معلقة صغيرة من البيكنج بودر ومعاهم الفانيليا السيلة لو عندك بودر حتي وعليهم نص كوباية من الزيت او السمنة او نص زيت على سمنة تمام وحطيت عليهم كوباية الزبادي وطبعا هو المفروض بيضة بس انا مش بحب ان احط البيض في قلب البسبوسة فاضفت ربع كوباية من اللبن الدافي السمنة دي سايحة دافية واللبن ده سايح دافي تمام كده حقلب بقى المكونات مع بعض عايزة تحطي بيضة بدل الحليب بس انا مش بحب طعم البيض في قلب البسبوسة قلبتها كويس وبعد كده هضفها على الطبقة التانية اللي تلعت بقى من الفرن وكانت هديت شوية تمام شايفين قوام الخليط مش اللي هو زي ما عملنا مع بعض الخليط اللي في البسبوسة اللي بالكريمة ده خليط سايل شوية تمام عشان اقدر افرده بسهولة بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي فردته وهبدته هبدتين وحطيتها في الفرن طبعا درجة حرارة الفرن مسخن مية وسبعين درجة تمام وبرده في الاولانية كانت في الكريمة الاولانية دي طبقة اللي تشيز كانت برضو مية وسبعين درجة تمام المراتي هتقعد تلت ساعة عشرين دقيقة بس كده وعملت لها بقى شربات خفيف شربات عبارة عن ايه نص كوباية من السكر عليها كوباية من الميا تمام كده انا استخدمت مش كله ما استخدمتش كله استخدمت نص كوباية من الشربات وحطيت عليها نقطتين كده من اللمون ورشة من الفانيلي اسبتهم غلو غلوة وطفيت عليهم بعد كده اول ما تلعت وهي سخنة والشربات كان يدوب هدي يدوب مش بارد تمام ضفته لها شربته مفيش ثانية كانت شربته اللهم صلي على سيدنا محمد كانت خطيرة خطيرة لو وصلت معي الحد هنا ما تنسي الزكر الله الله هو اكبر والحمد لله سبحان الله سبحان الله اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى قلي واصحابه اجمعين اللهم امين اللهم صلي عليك يا نبي دلوقتي بقى التزيين ده ده على حسب رغبتك انت عندك فصدق حلبي اوكي عندك سوداني مجروش اوكي عندك بندق عندك لوس بو فصدق برحتك خالص رشي عليها رشي على الاطراف برحتك عايز تحطي الكريس بس اوكي بعد كده بقى بتسيبيها تهدى شوية وتحطيها في التلاجة علشان وانت بتقطعي تطلع متماسكة ومزبوطة معاكي تمام دلوقتي بقى فكت التوق انا سبتها شوية بصراحة ما سبتهاش كتير لسه ما كانتش مسكت اوي حتى بينا ان هي لسه ما كانتش متماسكة اوي اه بس انا عطعتها قدام منكو برضو عشان اورديكو شكلها عامل ازاي شايفين هتطلع قطعة بقطعتها خطيرة ريحة وطعم كان قالب الدنيا استخدمي سمنة فلاحة فيها كانت قلبة ريحتها بجد كتريحتها روعة شايفين الجمال طبقات خطيرة وطعمها جميل بالدوب 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 بجد حاجة خطيرة في رمضان هتنفعك جدا جدا بصراحة مش هقولك اكتر من كده اكيد لما هتعمليها لديوفك او لأولادك هيحبوها وحيخلوك تعملوها لهم على طول عاملك بقى انت اي حتى لو جوز هند كده رشراشي جوز هند كده على الاطراف بتبقى طعمها برضو خطير شايفين شكلها هعمل ازاي دايبة دايبة خالص انا بقولك حتى لسه ما كانتش قعدت في التلاجة يعني بص ده كده ولسه ما قعدتش في التلاجة مبالك بقى تاني يوم ولا حتى بالليل شوية اكلناها بقى وهي متماسكة كمان لما بردت خط قطعة كمان كانت طعمها جميل وجاءت اللحظة الحاسمة بجد طعمها قطيرة جا حلوة جدا ولذيذة قوي قوي وخفيفة كمان بجد جربيها هتعجب الاولاد وان شاء الله ان شاء الله تنال اعجابهم وتقولي لو رأيك كان فيها ايه في الكومنتات لو عجبتك الوصف وعجبك الفيديو يا ربي ما كانتش طولت عليك ما تنسينيش في اللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزلي يلا فعالي زر الجرس واشتركي في القناة ان شاء الله اشتركك بعد اتفرجي على جمال البسبوسة وانا استمتع بجمال الطعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحبكم في الله باي باي باي